التصدي لمشروع الميليشيا إبان اجتياحها محافظة الحديدة كلف هذا الشاب ذا العشرين سنة ساقة تعثر حلم محمد بإنقاذ محافظته عندما قرر موجهة جماعة الحوثي في ستنبر العامي قبل الماضي مع مجموعة من الشباب الغاضبين المسالمين فأطلقت الرصاص بشكل مباشر عليهم أنا كنت أشتغل من أول على أسرة وذا وذا دعا ما أبيش حدي من أشكاه عليه وذا من هنا بدأت محنة الحالم بوطن دون ميليشيا حيث سارت فصول الحادثة منذ الرصاصة الأولى التي أطلقتها الميليشيا ضد الشباب أصيب محمد وبقي يتردد على مستشفيات الحديدة وصنعاء ولم يجد الأطباء من طريق لمعالجته سوى البتر فازدادت حياته تعقيدا وبعد أن طالت الإعاقة محمد صار يأمل في توفير أدنى احتياجاته بعد أن ضاقت به الحياة ولم يغادر إلا كما جاء برفقة عكازه يملأ الأمل قلبه بالانتظار والترقب أحيانا وبالتحسر والقهر أحيانا أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر